بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فعشيناهم فهم لا يبصرون وسواهم عليهم ما ذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيم فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدمه ما أثاره فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدمه ما أثاره وكل شيء أحصينا مفير إمام مبير وضرب لهم مثل أصحاب القرية إن جاء المغسلون إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثانثين فقالوا إنا فقالوا إنا إليكم نرسلون قالوا ما أتم إلا بشر مثلنا وما زل الرحمن من شيء إننا أتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم نرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تاته لنرجبنكم وليمسنكم إنا عذاب وليم قالوا طائركم معكم أليا ذكرة بل تبقى مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلكم أجوا وهم مهتدون وما لي أنا أعبد الذي فطرني فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه يعانيها إن يردني الرحمن بذر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوا إني بل في ظلال مبين إني أمات بربكم فاسمعوا قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي واجعلني من المكرمين وما أزلنا على قومه على قومه من بعده من جود من السماء من جود من السماء وما كنا موزنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قابدوا يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول لله كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلقنا قبلهم من القرون من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه ينقل واجعلنا فيها جنة من نخين من نخين وأعنا وفجرنا فيها من الهيوم ليأكلوا من ثمره وما عمدت ويدي أفلا يشعرون سبحان الذي قلق الأزواج كلها كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلح منه النهار فإله مذلمون والشمس تجرير مستقر الله ذلك تقدير العزيز العليل والقمر قندرناه منازل حتى حتى عادك المرجون القديم للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلق يصدعون وآية لما حملنا ذريتهم ذريتهم في الفلك المشهور وخرقنا نعم من مثله ما ينكمه ومن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا كن ينقذون إلا رحمة منها ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقروا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات رنبهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أتم الله في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تنخذهم وهم يفسرون فلا يستطيعون توصية ولا إله لهم يرجعون ونفق في الصور فإذا كن من الأجداء إلى ربهم ننسلون قولوا يا ولنا من بعثنا من بعثنا من مرقدنا آلام وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محظرون فاليوم لا تغلم نفسها شيئا ولا تجزعون ولا تجزعون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وعزاجهم في ظلالهم على الأرائي على الأرائي كمتكيون لهم فيها فاكهة ولهم ما ينتعون سلاما قولا من رب الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وعزاجهم في ظلالهم على الأرائي على الأرائي كمتكيون لهم فيها فاكهة ولهم ما ينتعون سلاما قولا من رب الرحيم وانتاز اليوم يوم المجرؤون ألما عهد إليكم يا بني يا دمانا أن لا تعبدوا شيطان إنه لكم عدل مبين وان عبدوا لي هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون إسلوا اليوم بما كنتم تكفرون تكفرون اليوم نختم على أفواه وتكلمنا أيديهم وتشهد ورجلهم بما كانوا يكسبه بما كانوا يكسبه ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبغوا الصراط فاستبغوا الصراط فأنا يبسرون ولو نشاء لطمسنا على مكانتهم فما استطاعوا مذيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغينا إنه إلا ذكره وقرام مبين ليوذر ما كان حيا ويحق القرم ويحق القرم على الجافرين أولم يروا أن ما خلقنا لهم خلقنا لهم مما عملت أيدينا أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذن النار فمنها ركوبهم ومن ضعي القلوب ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخنوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جمد محضرون أولم يروا أن ما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها أماركون وذن النار فمنها ركوبهم ومنها يقدون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جمد محضرون فلا يحزنك قولهم إنا معنا ما يسرون ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مدين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي يرشاه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا آيتم منه توقدوا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاط العليم إنما أمره إذا عاد شيئا أن يقول له كان فيكون فسبحان الذي بيدي ملك ملكوت كل شيء وإليه ترجع ترجمة نانسي قنقر